كان فيه جدل في الفترة الأخيرة أكيد بالتأكيد أنت تابعته بحكم وظيفتك قانون تظاهر بين قوة سياسية وأحزاب بتؤيده وبتطالب به لضبط الشارع المصري في الفترة المستقبلية وبين معارضين لي من قوة ثورية شايفي إزاي الفترة المقبلة لا يعني أنا بس مختلف معك في التأسيمة أنا بعتقد أن قانون تظاهر بتؤيده يعني قوة سياسية عديدة والشعب المصري اللي بيرفضوا الإخوان وبعض التابعين ليهم اللي هم يعني بيظهروا في مظهر ثوري يعني لما يرفض قانون تظاهر الدكتور عبناء والفتوح وحزب مصر قوية فده أمر طبيعي الدكتور عبناء والفتوح من ثلاثة سبع بيرفض أي حاجة مش على هوى جماعة الإخوان لما يرفضوا مع احترامي ستة إبريل يعني اللي أنا بحبيرها أصبحت شعبة من شعب جماعة الإخوان الإرهابية أي حاجة بترفضها يا راجل ده حتى القرار اللي طلعت تركيا اللي طلع الشعب كله مبسوط وشايف أنه تأخر اللي هو يعني طرد السفير التركي أحمد مار طلع قالك مش حكيم يعني أنا معرفش من إمتى أحمد مار كان بيتكلم عن الحكمة يعني الناس اللي طول الوقت ما كانش عجب بقى بحاجة خالص من الوقت يتحدثون عن الحكمة فده تلاقيه يعني فيه تطابق في المواقف في المواقف بين الإخوان وبعض الناس زي مصر قوية ستة إبريل غيرهم مجموعة تانية من بعض الكوات الثورية وفيه ناس ممكن يكون الحس الثوري عندهم عالي يعني لكن الأغلبية هم الإخوان وخلاياهم النعيمة اللي بترفضوا وأنا بلجأ للمصطلح اللي قاله صديقي اللي أستاذ علاء عبد منا من بارح معامر قديم أن من يرفض الرفض للقانون التظاهر الآن هو تنطع نوع من التنطع لأن أنت في بلد بتضيعه وتتفكك ولما تيجي بتقول إن إحنا هنعمل قانون التظاهر إحنا بكرة في الوطن نشرين آآ قانون التظاهر الإنجليزي آآ مقارمة بقانون التظاهر المصري يعني آآ يعني أقوى منه بكتير بكتير يعني قانون التظاهر المصري ده ما يجيش فيه حاجة آآ والناس زي ما يعترضوش مثلا على آآ القانون اللي كان بيعده المصطلح أحمد ميكيا أيام عهد الإخوان على قانون التظاهر وبعدين أنا يعني بلجأ لمقال كتبه الدكتور عامل الشبكي في المصري يوم من فترة لما كان بيتحدث على فكرة هو التظاهر ده وسيلة ولا غاية هل الناس بتتظاهر عشان تاخد حقوقها ولا هي بتتظاهر عشان توصل لفكرة التظاهر نعم فبعض الناس بقت وظفتهم فكرة متظاهر يعني وظفته إيه وظفته يقول لك متظاهر إيه متظاهر إيه يعني يعني خلاص بقت بقت على رأي الأستاذ علاء بمنا يمتعنا بيقول لك وعشان يبقى ناشط سياسي لازم يبقى تظاهر فأنا بستغرب أنت في بلد بتتفكك في بلد بتتحلل في بلد تدار ضدها مؤامرات دولية من قبل تنظيم دولي الإخوان من قبل تركيا من قبل قطر من قبل حماس وجاي مش عايز تنظم هو البديل للتنظيم التظاهر هو الفوضى وأنا معرفش مين اللي بيكرر الفوضى في يعني في هذه البلد يعني أنا رأيي أن القانون كويس وبالعكس أنا شاف الحكومة تخرج جدا في اللي طلع قانون التظاهر تخرج جدا جدا لكن بلد لأن واللي معترض على قانون التظاهر أنا رأيي أنه يقوم بزيارة لأهل طفل السويس اللي مات ولا طفل العمرانية اللي كل من الناس ماتة واللي بيسمي اللي بيعملو للإخوان دول تظاهر أنا رأيي أن اللي بيعملو للإخوان دا إرهاب استقرار الدولة هو في الأساس هو داعي خلو obviamente قانون التظاهر دا عشان بس الناس بأوضحة قانون التظاهر ده هيبعو شهرين هيجي برلمان اللي عايزة يغيره يغيره لكن الناس برضو اللي هي السطحية الناس المائعة كده الرخوة كده اللي تقول لك ما يجي البرلمان يعمل قانون التظاهر هل طب في نفس النطاق بتاع القانون التظاهر في الاخبار العاجلة معانا وزارة الداخلية متوافقة على تنظيم مظاهرتين امام نقابة المحامين ومجلس الدولة في اولى اول خطوات لتطبيق قانون التظاهر يعني في اول يومه في موافقة على اه تظاهراتين. اه يعني هي فكرة التنظيم في حد ذاتها. هو ان انت المظاهرات للأسف بتاعت الاخوان بتبقى غطاء للعنف. هم بيطلعوا في مظاهرات. وفي قصة المظاهرات زي ما شفنا في على كبرى خمسة عشرين مايو وناس ماس كالي وناس. فالناس دي لازم تتحاسب انت. وبعدين نيجي الناس تواجه تقول لك ما هي الداخلية متراخية ما احنا فوضناهم وعملوش حاجة. طب يا سيدي يديني قانون الديني ادوات اعرف حاسب بيها الناس. يعني وبعدين قانون تظهر في ايه بيقولك لو الناس استخدمت العنف اه الشرطة من حقها تستخدم العنف ضد. هو مطلوب ان الشرطة تقعد يعني تبقى هي الحيطة الواطية كل الناس تضرب فيها وتشتم فيها. لأ انا رأيي ان احنا في لحظة مختلفة وفي لحظة محتاجة توافق القوة كلها وفي لحظة ان احنا محتاجين بعض الامور الاستثنائية واللي بيحصل في مصر دلوقتي من بعض القيود. اقل بكتير من اللي بيحصل في الدول التانية لما بتتعرض لمخاطر زي اللي احنا بنتعرض لها. لما بتتعرض ان كل يوم عندك بيبقى لظابة جيش لظابة شرطة ميت او اتنين بوطوصة اتنين كل يوم. ما فيش حد بيتحمل ده احنا هنقد نتفرج كده لحد ما الجيش والشرطة يتصفوا يعني ولا ايه النظام. مش فايا من الناس اللي معترضة دي. يعني 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 احقاقها للحق ست ابريل مش لوحدها اللي كانت معترضة. في برض يعني بعض القوى السياسية وبعض الحركات الثورية كانت معترضة. مثلا نقول اه كيفاية كيفاية كانت معترضة. اوي ا Belgor المصري الاحرار اعترض على بعض المواد الموجودة داخل التظاهر. اما بست كمان انا عايز اقول لك ان انبارح قانون التظاهر طلع. قانون التظاهر قبل ما يطلع قانون التظاهر كان فيه قوة ثورية قالك احنا هلنظم يوم الثلاث مظاهرة. انا بكلمكش على قانون التظاهر بس. انا بكلمك في كل ما يرفضه الاخوان بترفضه ستة ابريل. هم. كل اللي بيرفضه الاخوان بيترفضه ستة ابريل. كل اللي بيعيده الاخوان بيتعيده ستة اه يعني المواقف واضحة. يعني احنا ما شفناش الصوت العالي ولا راحوا النهاردة بينزموا او طلبوا النهاردة ينزموا مسيرة. وبعدين الاخوان بيدفعوا بستة ابريل ومصر القوية واحيانا حزب الدستور قبلهم في المواجهات. يعني مسلا اول ما يطلع كرون التظاهر. فتلاقي اول واحد راح قد مع الطلب ستة ابريل والدستور. وبالك الاخوان والاخوان الشاطرين في الموضوع ده جدا ان يستخدموه خلال فترة الانتقالية. لقى فكرة ان هو يدفع لك يعني اتلافات وكيانات اخرى. لما يطلع انبارح يقول لك الطيار المدني في جامعة الازهر يطالب بتعليق الطلاب. تتفرج مين الطيار بتعليق الدراسة. ده هدف الاخوان من اول بدأ الدراسة. يعني يوقفوا الدراسة. مصر القوية الدستور. خبالك. يعني 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 هل دول هم الطيار المدني? هل هم دول? يعني يعني اللي انا متأكد منه ان مصر القوية وستة ابريل ده شعبة من شعب الاخوان. الدستور برضو يعني لسه عليه كلام. لكن. طب نعود مرة تانية القانون التظاهر. ايضا مجلس القاوم الحوالي انسان ايضا يعني اه كان ليه تعليقات اليوم على القانون. ماشي انا انا مش ضد ان يحد يبع عنده تعليق عليه او تحفز عليه لكن انا بتكلم على الهم على يعني الهم ضد اصلا فكرة ان يبقى في قانون تظاهر. اللي هم عايزين الدنيا تبقى سايبة وعايزين البلد تبقى فوضى وعايزين الناس تموت ما يشفرق معاهم ويعني مش فاهم انا يعني لو لو حد يرضي كده انا بقول لهم انا بطالب كل الناس اللي مش اللي رفضين قانون التظاهر يقوموا بزيارات للشهداء لأسر الشهداء اللي مات عشان يعرفوا التظاهر عمل ايه في مصر? وبعدين زي انا بقول الحرك ده فكرة معقطة يعني شهر شهرين هيجي برلمان من حقه يغير من حقه يعدل من حقه يلغي ونخلص لكن اللي يقول لك مسلا ما نستنى لما البلمان يعملوا لما فيش قانون بينظم التظاهر في مصر الانتخابات مش هتعمل لان هيبقى البديل ليه الفوضى والارهاب اللي احنا شايفينه ده. طب انا عايز تعليمي نحرك على بعض التصريحات الخاصة ببعض القوى السياسية. يعني مسلا اه حركة كفاية قالت ان قانون التظاهر تنازل عن مكتسبات الثورة وتكريس لدولة البلطجة الامنية. اه انا رأي ان ربط قانون التظاهر بالثورة هو ربط خاطئ. الثورة ما قامتش عشان يبقى فيه فوضى. الثورة قامت عشان الناس يبقى عندها حرية ويبقى عندهم كرامة وعندهم اه والثورة ما قامتش عشان الناس نموت في الشوارع من غير ما حد يعرف مين اللي موتهم ونقض في المهزلة اللي احنا شايفينها الايام اللي فاته. وفكرة ربط كل حاجة بالثورة كم من الجرائم مرتكبت باسم صورة خمسة عشرية انا انا رب ازاي. كل واحد عايز يعمل جريمة كان يقول لك اصلي ده ضد صورة خمسة عشرية ده. ضد صورة خمسة عشرية. لا انا بقول للناس وده كتبوا ممكن الدكتور عامل الشوكي. ان في اخر عهد مبارك كان يعني حرية التظاهر كانت مكفولة. هل ده معناه ان الدنيا كان كويسة والامور والثورة كانت يعني محققة هدفة? يعني 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 لأ وانت كل حاجة عايز تعملها. تبقى مرتبطة بالثورة? لا. الثورة قامت عشان الناس تلاقي تاكل. وطول ما فيه مظاهرات في الشارع الناس مش هتلاقي تاكل. الناس آآ يبقى فيه مساواة. اخو بالك. يبقى نبني دولة عصرية. يعني انت بتبقى بين الرفاهية الاجتماعية وبين التوتر الموجود في الشارع على قد دلوقع. ما هو ما فيش. البلد مش هتتبني الا ما البلد تهدى شوية. هما الاخوان كل شوية راحوا طلعوا اشعاعات ان الناس تسحب فلوسهم البنوك. زي ما انت شايف ما فيش حد بيسافر برة الا ما بيروحوا يهجموه. آآ عمالين يطلعوا اشعاعات ضد الاقتصاد وضد الجيتش وضد كل حاجة. فكل الامور دي لازم تهدأ. وبعدين انت عايز تقول لي ان التظاهرات اللي في الجامعة دي. مسلا على سبيل المسال او في المدنة الجامعية دي تظاهرات او اللي توجي في الشارع دي تظاهرات. هم. هي تظاهرات بيبقى فيها اللطوف وزي ما احنا نشرنا في الوطن يوم السبت الراجل اللي ماسك الالي بتاع الاخوان في مدينة الجديدة تظاهرات.